التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق شولتون بالوك وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامة بغمهورية جنوب السودان والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق شولتون بالوك وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامة بغمهورية جنوب السودان والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاستها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة لدولتي مصر وجنوب السودان مشيرا إلى أهمية تنصيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكري بين البلدين من جانبه أعرب وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامة بجمهورية جنوب السودان عن تقديره لجهود مصر الداعمة لكافة قضايا القارة الإفريقية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار متطلعا أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكل البلدين حضر اللقاء الفريق أسامى عسكر رئيس أركانيا حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين والملحق العسكري لجمهورية جنوب السودان بالقاهرة